اشتركوا في القناة ألتقيكم أيها الأخوة المستمعون المشاهدون في صفحات الانترنيت وفي غيرها من أي مواقع التواصل الاجتماعي لأتكلم عن قضية وأبين قضية وهي مشروعية لحن الراب مشروعية طور الراب هذا النغم هذا اللون من النغم هذا الطور الذي يستخدم في مجالس العزاء الحسيني وأستخدمه أيضا في كثير من الأناشيد الدينية الوطنية والسياسية في العراق وخارج العراق وفي أكثر من مذهب وأكثر من جهة دينية استخدمت هذا النغم وهذا الطور ولم يكن هناك معترض ولكن لا ندري سبحان الله عندما يعني استخدمت مرجعية سماحة السيد الصرخي الحسني هذا الطور وهذا اللحن من أجل الإصلاح من أجل الحفاظ على الشباب من أجل الحفاظ على الطاقات الشابة المسلمة من الضياع من الانحراف من الذهاب إلى الإلحاد إلى المخدرات سمعنا بعض الأصوات وشاهدنا بعض الأصوات وبعض من يحسبون على الجهة الدينية والمؤسسات الدينية وأيضا من عموم الناس يوجد اعتراض وأشكال على هذا الطور وهذا اللحن في الحقيقة يعني توجد أمور بديهية توجد أمور ضرورية يعني من العجب العجاب أن يأتي الإنسان ويشكل عليها أو يأتي الإنسان يسأل عن أدلتها أو يأتي شخص ليدافع عن قضية هي موجودة بالوجدان خصوصا أهل الاختصاص من طلبة الحوزة فهم يعلمون ويقطع الجميع من طلبة الحوزة أنه الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خرج بدليل يعني أي قضية مستحدثة الآن موجودة لكل واقعة في الدين الإسلامي حكم نقول الراب هل يوجد دليل هل توجد رواية عن المعصوم سلام الله عليه هل توجد رواية عن الرسول عن آل بيت الرسول العترة المطهرة هل توجد رواية في السنة المحمدية في القرآن الكريم تقول إن هذا اللون من النغم أو هذا اللون أو هذا الطور هو حرام طالما لا يوجد إذن ماذا إذن يكون مشمول بهذه القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خرج بدليل أي بدليل حرمة فعلى من يدعي الحرمة ومن يفتي بالحرمة أو من يقول بالحرمة عليه أن يأتي بدليل هذا الدليل يكون دليل يعني مسند وصحيح دال على هذه الحرمة ودال على هذا الاعتراض الراب هو لحن هو نغم يشمله ما يشمل باقي الأنغام وكل يعني الجهات الإسلامية وغير الإسلامية تعتمد النغم في تواشيحها وفي مهرجاناتها وفي مناسباتها وفي ما تطرحه من إيصال فكرها للمجتمع للشارع فمثلا المقامات السبعة التي هي أصل الأنغام أصل الأنغام وما يتفرع عليها من أطوار عزاء من أطوار تستخدم في الإنشاد الحسيني أو الإنشاد الديني تعتمد على الأطوار المعروفة التي هي البيات السيقة الحجاز النهاوند الكرد العجم الصبا هذه المقامات السبعة يتفرع عليها مقامات وأطوار وألحان يتعامل معها كل أبناء الإسلام بل حتى غير أبناء الإسلام فإذن هي من النغم هي من النحن فنقول للمعترض لماذا لم تعترض على قراءة القرآن بالنغم الفلاني أو بالمقام الفلاني أو لم تعترض على الخطيب الفلاني أو الرادود الفلاني أو المنشد الفلاني من أي مذهب أو من أي جهة ولماذا هذا الاعتراض وهذا لنقول الضجة التي حدثت بوجه الراب أو في الاعتراض على طور الراب وأيضا أقول يعني يعني عتب شديد على من يشكل يعني أنه فقط سمعت النغم لماذا لم تستمع إلى الأمور التي مع النغم إلى الكلمات التي تقرأ مع النغم إلى الأذكار التي تكون مع النغم إذن اعتراضك ليس في محله لماذا لأنك غير منصف الإنصاف غير موجود عندك أولا قلت بالحرمة بدون دليل لم تأتي ولم تأتي معك بدليل لم تأتي بدليل تفتقر للدليل لا يوجد عندك دليل مجرد يعني بتعبيرنا الدارج نقول أنه أنت افتيت بحرمة الراب من جيب الصفحة فقلت الراب حرام ولم تذكر لنا المصدر الذي من خلاله عرفته بأن الراب حرام فأنت سواء كنت محسوب على رجال الدين محسوب على الجهة الدينية أو محسوب على عامة الناس نقول من أين يتيت بالفتوى ما هو مصدر الفتوى من هو المرجع الذي أفتى بحرمة الراب لماذا لا تقول أنا يعني أرجع للجه الفلاني المرجع الفلاني وهو من أفتى بحرمة الراب وهذه الفتوى الفلانية أما أن تأتي وتفتي يعني من عندك وأنت لست مرجع ولست معروف بأنك مرجع ولا يوجد دليل على أنك مرجع فهذا يعني بعيد عن الإنصاف بعيد عن المهنية بعيد اسمح لي عن الأخلاق بعيد عن الثوابت الإسلامية بعيد عن الحوار الإسلامي الصحيح الذي أكد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما تريد أن تنقد فكرة عليك أن تأتي بالمقدمات الصحيحة التي من خلالها تنقد تلك الفكرة لا أن تقول حرام لمجرد لقضية لدافع شخصي لدافع مادي الله العالم لدافع معين العلع عند الله سبحانه وتعالى فإن قلت لا يوجد دافع قلنا نريد الفتوى قلنا نريد الدليل قلنا نريد الحجة التي تلزمنا بها عندما تقول أن هذه القضية حرام أما مجرد كلام فهو يبقى مجرد كلام لا أصل له ولا قيمة له ولا يؤثر ولا يعني لا يقف حاجز أمام الأهداف التي أسس من أجلها هذا الطور أو التي قرئ بها بهذا اللحن بهذا الطور لأن أهداف رسالية أهداف إسلامية نريد من خلالها الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الشباب الإسلامي حتى لا ينخرط بالانحراف والفساد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين